موسيقى عزائي المشاهدين نرحب بكم في عين الحدث والليلة نتحدث عن آخر تطورات في المملكة الأردنية الهاشمية وما يتعلق في السفارة الإسرائيلية وأحداث السفارة الإسرائيلية بالحقيقة أن الواشنطن بوست تدعي في مقالاتها الرئيسية أن الأردن على صفيح ساخن وأن أقوى القبائل توجه إنذارا بالثورة وأوضحت أن قضية السفارة الإسرائيلية أدت إلى الضرابات في قاعدة النظام الشعبية مؤكدة أن الأردن يواجه حاليا أزمة مصداقية معلوم طبعا أن الواشنطن بوست هي الصحيفة الرابعة ترتيبا على مستوى العالم سؤال يطرح بقوة في الداخل الأردني من المسؤول عن إضافنا في الداخل؟ صرخنا بأعلى الصوت أن سياسات الحكومات المتتالية ستؤدي بالبلد إلى الهاوية أين خطاب الدولة وإعلامها؟ استمرار الأخطاء خيانة؟ حادثة الكرك والمهزلة التي حصلت فيها؟ حادثة السفارة غاب الإعلام وغابت الحكومة؟ الإعلام لم يغطي أحداث الأقصى وغياب المسؤولين عن إعلام أين كانوا وأين هم وتطاول الإعلام العربي ولعب دورا سيئا في أحداث الأقصى تجاه الأردن وعلى حساب الأردن إذن كان هناك غياب خطاب أردني للرأي العام واستخدمه الإعلام العربي كوسيلة وذريعة للإساءة للأردن وحتى وصل الأمر ربما لتشويه بعض النقاط الأساسية في المملكة إذن أحداث وخضايا محلية كان الأردن بلا حكومة هل المراد إظهار الأردن بأنه الرجل المريض الضعيف وهل جانب الواقع أيضا مطلوب التغيير في نهج إدارة شؤون الدولة بعيدا عن آليات التي أوصلتنا إلى حالة لا يمكن السكوت عليها المشهد الداخلي مستفز ومقلق في مرحلة تاريخية بتطوراتها إذن هذا جزء بسيط من تلميحات حول واقعنا اليوم اليوم أيضا نتحدث عن لقاءات جلالة الملك المتكررة مع الصحفيين والإعلاميين ورجالات الدولة جلالة الملك يسعى جاهدا بأن يطور الحالة الديمقراطية وحالة الوعي والثقافة المجتمع المختلفة جلالة الملك يبحث عن أدوات ويبحث عن الأشخاص الأردنيين ليساعدوا ليقفوا بجانبه بتطوير هذا الوطن نحو الديمقراطية والعصرن والحداث إذن هناك أسئلة كثيرة ومعنا ضيوف كرام أحباء معانا الأستاذ عمر كلاب أهلا وسهلا الكاتب الصحفي المحلي الإعلامي أهلا وسهلا بك وأن كان وجبت أقديم نقيب السابق أنا من أهل اليمين سيدي أهل اليمين بس رحت من اليمين إلى الشمال وأيضا نقدم نقيب الصحفيين سابقا طارق الممني الأخ والإعلامي والصديق وأنا يعني اشتغلت إعلاميا من اليمين إلى اليسار بس أخونا عمر لأنه مشاغب بصراحة نبدأ في آخر لقاء صار مع جلالة ملك هناك محاولة جادة من جلالة ملك أن يتواصل مع الصحفيين الإعلاميين صناع القرار في المملكة الأردنية الهاشمية أن يقدم نموذج مختلف عن العمل الديمقراطي وعلى العمل السياسي هل من يلتقط الإشارة بهذا الموضوع يعني أوائن كنت أفضل انحيازا لليسار أن تبدأ من أستاذنا وأخونا أبو أحمر في الأستاذ طارق الممني بس خلينا أعقب على مداخلتك قبل ما أجعب على السؤال مع احترامنا له الواشنطن بوست والفضائيات العربية علينا أن نتفق أنه لا يوجد في العالم ما يسمى بالإعلام البريء نعم صحيح أو الإعلام الحيادي أولا دعونا نتفق أن الفضائيات العربية الكبرى ثمعت مردعة سياسية ومالية لها وبالتالي هي تنحز إلى مردعة السياسية والمالية تمام يعني الخلل أنه ليس لدينا مكنة إعلام منتشرة وواضحة قادرة على التصدي لهذا الإعلام أو على الأقل بالناش نتصدى لسنا في حرب مع أحد ولكن على الأقل نمتلك من يحمل الرسالة الأردنية إلى الفضاء العربية هذا جانب جانب الثاني أنا بستغرب أنه جريدي بوزن الواشنطن بوست وحجمها أن تقع في التحليل عندما نقول أن يعني عشائر كبرى العشائر الأردنية تهدد بالثورة بالمنطق الأميركي العشائر الأردنية حاملة طائرات إذا قلنا بأن نعرف العشائر الأردنية فهي بمثابة حاملات الطائرات دفاعا عن الدولة والنظام والعشائر الأردنية تعتب ولا تغضب ثم تعتب نتيجة العلاقة الغير مسبوقة في كل المنطقة بين النظام الهاشمي والمواطن الأردني نتذكر المرحوم الملك حسين بجوز كان يعرف 75% من الأردنيين بالإسم الملك عبدالله شفوا الناس وهو بجز سيارات بالثالج وهو بطف حرايق وهو حامل طفاي قريب قريب هذه الكيميا بين القيادة والشعب يعني تستفز كثيرين لعجزهم عن تشكيل هذه القضايا لا بنطمنهم عشائرنا بتغضب يبدو أنهم لم يقروا البيانة اللي أصدروا لحواطات أول مبارح بس الواشنطن بوست لو لم يكن هناك جو مناسب وكانت الأجواء هكذا تقول ما كتبت في النكاية السياسية كل شيء وارد هلأ طبعا في غضب كنا شفنا إخواننا لحواطات غضبي طلع الفيديو لحواطات استشعروا خطر القدس والظرف الطارئ طلعوا بيان محترم وكريم قالوا أنهم يوقفوا فيهم كل إجراءاتهم يحتروا حمل للظرف الخاص موحرام نظرهم كمان عشائرنا وكرام عشائرنا اللي أنا مسترر أن نقسمهم حاملات طائرات طيب اليوم هل هناك اختلال في إدارة المشهد المحلي الأردني نعم بدليل أن لدينا خطوة ملكية واسعة وقوية ولدينا خطوة بطيئة ويعني معيبة من حكومة جلالة الملك للحاق بالملك أنا بدي أضرب مثال جلالة الملك التقى الإعلام الأردني في شباط وفي نيسان وفي تموز طب رئيس الوزراء ما شفش الإعلام من سبع ثمانتو شهور معقول أجندة الملك يعني فيها مساحة من الفراق حتى الملك يلتقينا ثلاث مرات في وقت يعني أجندة كان الملقي مضغوطة إلى الحد أنه مش قادر يشوف حدا هذا سؤال مهم هذا سؤال كبير ولكن صحيح أنه لدينا أزمة في الإدارة اليومية الحكومية ولكن نحن اعتدنا أن الحكومات عابرة ويعني ليست جزء أصيل من التركيب الرئيسية مش لا الجيش ولا العرش ولا باقي المؤسسات السيادية وكانت الحكومة تستطيع أن تكون حاضرة الفضاء أمامه مفتوح ولكن أعتقد أنه ثمت عجز ذاتي في الدكتور هاني الملقي وعجز ذاتي في وزراءه بعد وزراءه حتى نكون منصفين لأنه في وزراء مش تغلق كثير كويس اسمح لي أن ننتقل إلى سيد طارق أخي طارق هذا العجز كان واضحا أيضا أن هناك تغييب لبعض الشخصيات في الاجتماع يعني خلينا بس نتحدث بشفافية هذا الاجتماع كان يفترض أن يضم وزير الإعلام وآخرين لم نشاهدهم بالاجتماع لأي كانت الأسباب لأي كانت الأسباب يعني مش إحنا كمواطنين أردنيين نتساءل برأيك الآن هذا الاجتماع اللي جاء بعد أحداث السفارة مباشرة لابد أن له وزن خاص كما تفضل أخي عمر وفي غياب ولاية الدولة من قبل الحكومة هل تعتقد أن الملك يوجه رسائل الآمن خلال الإعلام بطريقة مختلفة؟ هنا شك أنه جلالة الملك حتى منذ أن تولى سلطاته الدستورية وهو يحرص باستمرار على التواصل مع قيادات الإعلام ومع كتاب ومع صحفيين في أكثر من مناسبة كما أشاركي أمر يمكن هذه في ثلاثة أو أربع شهور كما يمكن مرة الرابعة التي يلتقي فيها رؤساء تحرير وكتاب ومدر الإعلام الرسمي تقديرا من جلالته لدور الإعلام وأهمية الإعلام في هذه المرحلة التي نرى أنه الإعلام قوة لا يستهن بها في مثل هذه الظروف وما نشاهده من استهداف الأردن عبر وسائل الإعلام الذي مرة أخرى نؤكد أنه لا يوجد إعلام محايد وكل وسائل الإعلام نعرف تمويلها نعرف توجهاتها نعرف رؤاها نعرف أجندتها وبالتالي أي خطوة من الأردن باتجاه سواء في فلسطين أو غير فلسطين دائما نجد هناك من يحاربها لأنه هناك عجز عن ما هي الساحة الإعلامية فاضية يعني 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 صراحة فجلالة الملك باستمرار يحرص على مثل هذا التواصل وبالضرورة يعني لما يكون في قيادات إعلامية عندها منابر إعلامية يريد أن يوصل من خلالها رسائلية للناس أيضا وإلى سواء في الداخل أو الخارج ويتحدث جلالة الملك يحرص باستمرار لقاء أمس كان تجاوز الساعة ونصف الساعة تقريبا وتحدث بصراحة في كثير من الملفات ربما كان التركيز في قضيتين أساسيتين هما قضية الحرم القدسي والأقصى وما يحدث فيها والجهد الأردن الذي يبدل في هذا الإطار والمكان الأردني الذي كانت تعمل على مدار الساعة في هذا الإطار بتنسيق مباشر مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولذلك كان جلالة الملك واضح في إشارته لأن هذه المرة كان هناك تنسيق كامل من طرفنا مع الأخوان الفلسطينيين وكان هما أيضا يبادلون نفس هذا التنسيق في تعاون في مثل هذا الملف وأيضا القضية الأخرى هي قضية حادثة السفارة الإسرائيلية التي ذهب فيها مواطنين أردنيين قضية نتيجة من قاتل بالسفارة فأيضا كان لابد أن يضع الإعلام في هذه الصورة ويمكن بعودة جلالة الملك يوم الخميس من الطائرة مباشرة رأس اجتماع مجلس السياسات ذهب إلى بيت عزاء شهيد الجواودة وكان يريد أن يوسع وكانت رسائل واضحة قوتها مباشرة فيما يخص الإسرائيل والتصرف الأرعن الذي قام فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في احتضان استقبال القاتل كبطل وهذه الصورة التي يمكن شعرنا حجم الغضب عن جلالة الملك وعند كل أردني كيف أثرت فيه وكيف أن نتعامل وفق القانون نتعامل كدولة حضارية نتعامل كدولة ملتزمة بالمواثيق والمعاهدات التي وقعتها وأيضا بقابل الطرف الآخر لا يلتزم لا بمواثيق ولا بمعاهدات ولا بقوانين فنحن أرسلنا رسالة إيجابية حتى العالم كله يعرف والطرف الآخر أرسل رسالة مختلفة فهذا اللقاء كان حتى يتم وضعنا في صورة الاتصالات والجهود الأردنية التي مذرت في هذين منفين لجانب بعض القضايا الأخرى التي ربما كانت أيضا حاضرة في المشهد ممتع زعنا نشاهد التقرير التالي القصير سويا فضلا عقد جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلام الرسمي وبحضور عدد من المسؤولين بالإضافة لوزير الخارجية أيمن الصفدي القدس والمسجد الأقصى كان محور حديث جلالته من خلال إظهار الجهود الدبلوماسية الأردنية التي بذلت خلال الفترة الماضية الملك ناقش العديد من القضايا المحلية بشكل صريح وراهن على وعي المواطن وإرادته الحرة وقدرته على التفريق بين الصحيح والخاطئ المحللين لخطاب جلالة الملك لاحظوا عتبه على وسائل الإعلام والإعلاميين من خلال حثهم على مواكبة التطور الحاصل في المشهد الإعلامي والسرعة في تقديم المعلومة مما يساهم بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة إذن حديث جلالة الملك كان واضح جدا هناك غياب واضح للإعلام والكل يتحدث عن هذا الموضوع هذا ليس غريب ولا بجديد علينا من حادثة الكراك لكل الحوادث التي تحدث هناك غياب واضح للإعلام الرسمي وهناك فجوة كبيرة ما بين المواطن والحكومة جلالة الملك يرغب في تقليص وتجدير حالة جديدة من العلاقة ما بين الحكومة كإعلام والمواطن كيف يمكن لنا أن نفعل ذلك؟ دعني بس بداية أنوه أنه ليس بالضرورة أن يكون وزير الإعلام حاضرا في لقاءات جلالة الملك مع الأسرة الإعلامية والصحفية هذا برنامج يرتب على العكس أنا بحكي عن لقاءات مشارك فيها عمرو مكان وزير الإعلام هذا لقاء برتبه الديوان الملكي ودائرة الإعلام في الديوان الملكي وترتيبات الديوان الملكي ليس بالضرورة أن يكون وزير الإعلام بالعادة لا مش غياب مقصوص لا مش تغيب يعني خلينا نقوله هو غياب طبيعي بالعادة إذا في ضرورة مرة كان مدير المخابرات مرة كان رئيس الوزراء فهذا شأن مرتبط بالإعلام خلينا نحكي علي شفنا طيب تفضل لم نعهد وجوز الأستاذ طارق يعرف أكثر مني ولكن لم نعهد وجود وزير الإعلام إلا إذا كانت ترتعي الضرورة يعني المرة هيرتأى الضرورة كان وزير الخارجي أجى وزير الخارجي في مرات كان ترتعي أن يكون مثلا سين كان يكون فبالتالي حتى ما نغرق بالتحليل ونورط في التحليل هذا الجانب الجانب الآخر أنه الذي حدث من سنة تخريبا فيه في مركز إدارة الأزمات كان يجب أن يكون هناك ما يسمى بمركز إدارة الإزامات الإعلامية الذي يتفاعل مع الحدث خلال خمس دقائق من سنة هذا المركز ما صار بأحداث الكرك إذا بنتذكر الرسالة الملكية عقد الاجتماع في المركز إدارة الأزمات وكانت جلالة الملك وكانت الصورة مقصودة جلالة الملك براقب المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام وهو فوق طيب بمعنى مساء المشهد لم يتكرر دعنا أقول لك الرسالة الملكية واضحة لدينا مسألتين المسألة الأولى عجز حكومي واضح تماما وتباطئ حكومي ورعب لدينا مسؤول من اتخاذ أي قرار من اتخاذ قرار أو من مواجهة الناس لأنه يخشى أنه هذه المواجهة هو ليس كفأ لها لا ينزل على الشارع لا يتحرك بالشارع لا يتحرك بالشارع بالشارع فبالتالي كي بدو يواجه الناس وواجه الإعلام لم يكن هناك انتقاداً ملكياً للإعلام بالغيابة هو كان انتقاد للتقصير الحكومي في التحاطي مع الإعلام وتوظيف الإعلام لتوضيح الصورة الأردنية ولاحظنا كيف أنه الخطاب الأردني الرسمي بعد مقدم جلالة الملك لما قطع إجازته رجع وقبل مقدم جلالة الملك ولاحظنا مستوى الأثر الشعبي الراحة الشعبية من خطوات الملك من أول شيء لغة تاريخية استخدمها جلالة الملك في مركز إدارة الأزمان ثم زيارة بيك العزاء لأهلنا في الدوائم أبناء الجواودة ولأهلنا في مادبة أبناء الحمارنة وكان الرسائل واضحة لأول مرة أنا بدي أقول لك أستشعر الندية طبعاً الندية بين المملكة وبين الدولة الأردنية وبين حكومة الاحتلال لأول مرة خطوة بخطوة البيانة التي أصدر وزير الخارجية في اجتماع مجلس وزراء الخارجي العرب بيان غير مسبوق ورسالة تصعيد واضحة خلينا نقول أن هذا اللي بدأ أصليه أن الفروقات كانت في الأداء الحكومي وليس في الأمر الملكي أو في رسالة الدولة لدينا مسؤول يعني ما في توجيه للوزراء بالأردن لدينا مسؤول عجز عن التقاط اللحظة اسمه وزير الإعلام ولدينا مسؤول اللي كان معني خاطب الشارع الداخلي ولدينا مسؤول التقط اللحظة فخاطب الإعلام الغربي وخاطب الدبلوماسي الغربية بلغة فصيحة شفنا وزير الخارجية على سكاينيوز وعلى سينين قديه كان قوي وفصيح وفي وزارة الخارجية العرب كان في تحرك ولحظنا أنه في الخطاب الداخل طبعه لو فيه أوردر ملكي يفترض أنه هذا التزم وهذا التزم لو فيه توجيهات من جهة سيادية بالدولة يفترض هذا التزم وهذا التزم خلينا نتفق أنه ترى كنا زمان نحكي عن ضرورة أنه الوزير يطول أربع سنين بس أنا صارت لدي قناعة أنه أكثر من أربع سنين حرام لأنه بعد الأربع سنين يستشعر أنه أكبر من الأردنيين وأنه ثابت لدينا خلل في العقل وليس لدينا خلل في الإرادة أو في القرار هل تتفق سيدي مع طرح أخي عمر ولا هناك فعلا ضعف حقيقي موجه لا لا يمكن أن نكون في هناك ضعف موجه حادثة الكرك لا إحنا إذا بدنا نرجع لمسألة حادثة الكرك ويمكن كان توجيه جلالة الملك واضح في تلك الفترة بأنه ذهب إلى مركز إدارة الأزمة وأن هذا هو المركز الذي عند أي حادثة تحصل أسمح الله في الأردن يجب على كل المسؤولين المعنيين الذهاب إلى هذا المركز يعني أعطاهم نموذج أعطاهم نموذج وعقد سلسلة اجتماعات في مركز إدارة الأزمات وكان هناك حديث واضح على مسألة عدم التنسيق الأمني في تلك المرحلة واللي يمكن دفع ثمنها بعض أو كان لازم أن يدفع ثمنها بعض الأشخاص بعض المسؤولين في تلك المرحلة هلأ ربما لم يتم يعني في حادثة السفارة كان يجب أن يتم نفس الشيء فيما حدث في موضوع الكرك أن يكون مركز إدارة الأزمات هو المنطلع هو المكان الذي تجتمع فيه أركان الدولة المعنية في هذه الملفات ويتم التنسيق ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة نحن في وقت في زمن لا يحتمل التأخير كان الأساس أنه حدثت حادثة السفارة نخرج في بيان مقتضب وقع حادث في محيط السفارة الإسرائيلية للتحقيق جادي لمعرفة الأسباب نقطة أول سطر بعد ساعة توفرت لدينا معلومات إضافية نخرج فيها ذلك كان جلالة الملك كان جلالة الملك واضح في موضوع مركز إدارة الأزمات الإعلامي بأنه حتى يستفاد من وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال الرسالي إلى الناس بإيصال الرسالي إلى الناس لأنه يجب أن لا يترك الناس مجال للإشاعة أو الاعتماد على المعلومات غير صحية وغير دقيقة يعني غياب المعلومة كان هناك سبب في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وفي أيضا بعض المواقع الإلكترونية في نشر أخبار غير صحية وغير دقيقة بعد فترة تم نفيها تم تعديلها فهذا الحدث إرباك إرباك حقيقي ربما كان عدم قدرة على التعامل مع هذا الحدث ربما لكن خصوصا أنه علاقة في الصفارة الإسرائيلية ويمكن كانت رسالة الملك للحكومة في تلك عندما عرف بحادثة الصفارة أن حقوق الأردنيين أولوية وتعاملوا حسب القانون الدولي وتحقيق مع الشخص خلينا أسألك سؤال صريح لماذا هناك دائما اختلاف ما بين خطاب جلالة الملك وما يحدث على أرض الواقع يعني نحكي بصراحة وشفافية جلالة سيدنا عم بخاطب الحكومة بخاطب الشعب رسائل واضحة جدا هناك مضمين واضحة جدا لأي إنسان مثقف متعلم بفهمها رأسا بيعرف أن هناك خوف من جلالة الملك على هذا الوطن وخوف على ما يحدث داخل هذا لماذا لا تلتقط الحكومة هذه الإشارات سؤالي الأول سؤالي الثاني لماذا لا يتم حاسبة الحكومة عندما تخطئ الحكومة يعني ليش كل مرة لازم نعيش الحوادث حادثة والأخرى حادثة والأخرى إلى متى ثم نستمع لخطاب سيدنا ومقابلة مع الصحفيين ثم نستمع لخطاب سيدنا ومقابلة مع الصحفيين ثم نستمع لخطاب سيدنا ومقابلة مع الصحفيين ولا شيء يحدث على أرض الواقع يعني أنا أعتقد أنه بصراحة أنه أصبحنا في مرحلة يحاسب ويسائل فيها المسؤول وإذا ما أخطأ إذا ما قصر في أداء واجباته يدفع الثمن وهذا أمر صعيح قد لا يدفع الثمن اليوم جزء بكرة جزء بعد بكرة ما الفائدة لا لا سيد ما هو بالنهاية بالنهاية أي مسؤول يخطئ يدفع ثمن هو يتحمل مسؤوليته كاملة لأنه أدى القسم والتزم في بيان وزاري التزم في خطط إذا ما قصر وشهدنا بالمرحلة الماضية عدد سلسلة من الاجتماعات اللي كان جلالة الملك بترأسها لها علاقة في واقع الناس ومعيشتهم وإلى علاقة في خطط حكومية وخطط رسمية وما تبع ذلك من إجراءات وما تبع ذلك هلأ قد لا تكون المسألة المحاسبة في ذات اللحظة هلأ زي ما قلت لك أنه ممكن يكون بعد يوم بعد يومين بعد ثلاث بعد شهر لكن في النهاية الرسالة وصلت وبعتقد أنه سيكون هناك مسألة وسيكون هناك محاسبة ربما لا نشعر فيها ربما لا نعلمها في بعض هذه اللقاءات المسألة ستكون غائبة كما هو شأن الإعلام لا لا أنا بعتقد لا بعتقد أنه لا يعني هل سنشهد مسألة قريبا من المسؤول الأردني خلينا بس يعني أختلف مع الصديقي أبو أحباد دعنا نتفق بداية أن شكل الإتيان برئيس الحكومة لا يوفر أسباب محاسبة نحن نختار رئيس الحكومة وفق منح شخصي لكفاءة شخصية أو لرؤية شخصية لدى الجلالة الملك بالتالي حتى أحاسبه في أدوات لمحاسبة رئيس الحكومة المكلف إما حزبيا لأنه بكون حكومة برلمانية وبالتالي قد يخسر هذه الأغلبية البرلمانية لاحقا وإما حزبه بحاسبه بسحب منه الثقة أو البرنامج بس هذه الأدوات مش متوفرة عنها لذلك نعم هل نتحدث عن ثمن شخصي يدفعه الرئيس ولا من نحكي عن ثمن سياسي تدفعه حكومة إذا بنحكي عن ثمن شخصي سائل بكرة رئيس الوزارة بروح جلالة الملك بيقيل الحكومة أو الرئيس بيقدم استقالته الخلل في السياسة الأردنية أو الاختلال في المنظوم السياسي الأردنية أنه حتى اللحظة نتحدث عن حكومة فرد لأنه لا يوجد لدينا مؤسسات مكينات في الدولة لإنتاج يعني أنا لو رئيش وزراء بده اليوم يتكلف بده يجيب صحابه معاه فواصيرا ذاتية لا عندي حزب أقول له بعد ثلاثين ولا عندي كتلة برلمانية وازنة واضحة المعالم والتفاصيل أقول لابعديني ثلاث طيب لذلك سنبقى في هذه الدائرة المفرقة من الجد وستبقى يعني تعظيم الصلاحيات في يد الملك وهذا أيضا خطر على النظام وعلينا طيب يعني كلما تعظمت الصلاحيات في يد الملك وكأننا ندفع بالملك إلى المواجهة المباشرة مع الشارع وهذا من ناشية وهذا ما حدث الآن للأسف من 2011 اليوم وإن بهمنا أن تكون هناك في مسافة بين الملك والناس اسمها حكومة هي بتتحمل وزر قراراتها عنا مدير أمين عام هو بتحمل وزر قراراته عنا مدير درك اليوم هذا الاختلال لم يعالج بعد اليوم يضطر الملك أن يتدخل بالتفاصيل بنحكيش عن قضية زي قضية القدس احنا شفنا الملك بتدخل بتفاصيل صغيرة لا تنيق أن يتدخل فيها الملك اليوم نحن نريد أن يعاد الاعتبار إلى مفهوم الولاي العامة ورئيس الوزراء ممتاز يجب أن يعاد الاعتبار إلى هذه المفاهيم حتى تكون لدينا حكومة قابلة للمحاسبة أنا اليوم بقول لك بكل جرأة لا يوجد لدينا أداء لمحاسبة الحكومة لدينا أداء لمحاسبة شخص إذن لن يكون هناك محاسبة لأي شخص بالمعنى السياسي أما أشخاص مثلا قبل فترة صار تعديل وزاري فيه ثلاث وزراء قصروا حسب المنظومة روحوا واسمت حسب وروحوا اليوم اليوم فيه خطأ سياسي يعني قاعدتهم فيه خطأ سياسي وفيه خطأ إداري وفيه خطأ جسيم بزبطش أنا أجي اليوم نقيب الصحفيين أنا كيف بحاكمهم بعد تكتش نين برجع شن تخبر ما هو كمان بلاش نكون غرائزين ونعطي الناس يعني معلومات مضلل سؤال مهم جلالة ملكة أكثر من مرة أكد سواء في الحكومة الحالية أو الحكومة التي سبقتها أن البرلمان يبقى طالما يحظى بثقة الناس والحكومة تحظى طالما تحظى بثقة مجلس نواب أن مجلس نواب يملك أداة حجب الثقة عن أي حكومة هذه البرلمان جهة رقابية وانت نائب سابق وحق مجلس نواب أن يمارس مثل هذه إذا شعر أن هذه الحكومة أو غيرها قصرت أو أن هذا الوزير قصر ولم يقوم بما يجبع وعلى أكبر وجه أن يطرح ثقة به تحبص بطارك إذا تعرف أن البرلمان ما سيعمل هيك هل ممكن يعمل إذا إذا برلماني الآن يعني برضى أنه ينحل مجلس النواب لا أنا ما بحكي عن حل مجلس النواب نواب مستبدل بعده في يوم باليوم إحنا منحكي منحكي أنه ربما في تقصير في الأداء الرسمي في الأداء الحكومي في جهة بتحاسب جهة تسحب الثقة من هذه من الحكومة هو البرلمان لماذا لا يقوم مثلا البرلمان بعقد جلسة للي ربما في دورة استثنائية دورة استثنائية كما تعلم بحاجة لأنه إذا بدك تحجب الثقة عن الحكومة تطلع الثقة بالحكومة بدك تطلب ملحق لجدوى الأعمال وتزور في إرادة ملكية تضيفه على جدوى الأعمال للدورة الاستثنائية هلأ لماذا لا يقوم مجلس النواب بأنه بعقد جلسات جلسات رقابية بعيدا عن يعني عن فيقع وكثير من أخي طارق النواب وقعوا على وثيقة 42 نائب وقعوا وثيقة لطرد السفير الإسرائيلي وغلاق السفارة يعني حتى الحالة الوطنية والانتماء لعروبتنا ووطنيتنا وقضيتنا المركزية مفقودة عند كثير من النواب لماذا نضحك بعض بس أنا أود أن أعود إلى مقابل حديث جلال سيدنا جلالة الملك حكى أنه أستغرب غياب المسؤولين السابقين الذين لم يكن لهم صوت في وقت الأزمات ثم تحدث عن أنه من المستغرب وغير مقبول أن يكون هناك تشكيك بمؤسساتنا العسكرية ثلاثة لا يمكن أن نسبح لأي فرد أن يعلى صوته على صوت مؤسساتنا من يقصد جلالة الملك بهذا الشيء يعني أنا كمواطن الآن أرغب بما أنكم أنتم إعلام وجلست مع سيدنا أرغب أن تفسروا لنا لأنه كمان إحنا من واجبنا كمواطنين ومن أيضا يعني من لنا الحق أن نتواصل مع جلال سيدنا لأنه هو سيد البلاد وملكنا أن نفهم ما يقول يعني إذا كان في هناك ما بين السطور كلمات ربما أنتم فهمتوها إحنا ما ما سمعناها وهذا أنا بأعتقد أن هذا هو ما يطال فيه سيدنا دعني أقول لك سنعود إلى جذر الخلل نعم ليس لدينا مسؤول سابق جاء عبر الأكتاف الجماهيرية أو عبر مؤرافعة من الروابع السياسي المألوف ممتاز فبالتالي لا فضل لمسؤول أردنيا حاليا أو سابق على الدولة الدولة التي صنعتهم جميعا طيب ليش بقيت عبر خلينا أكمل لك عبر مؤسسات البيروقراطية لما أنت بتصير أمين عام ثم وزير عشيرتك بتقدمك جماعتك بقدموك بتصير رئيس وزراء بتصير تطلب عروس وتعطي عروس فما أحد أقوله فضل على الدولة الدولة صنعت كل ما نشعيت بالتأكيد لذلك أنا أوافقك الرئيس لذلك لما الملك يستفز أن من هؤلاء الأبناء العاقين الذين ربتهم الدولة ومنحتهم الوقار الاجتماعي والشعبي والسياسي والمالي ثم يأتي يعني أنا بحب شكرا ماشي ماشي إحنا حوار سياسي أنا بقول هذا الجزء أنت الدولي ربتك الدولي المنحتك ثم يأتي في وقت الأزمي ومنهم خبراء خلينا نحك لدينا رئيس وزراء أو أكثر خبير بالشأن الإسرائيلي لم نسمع له صوت لدينا رئيس وزراء خبير بالشأن الاقتصادي لم نسمع له صوت لدينا رئيس وزراء خبير بالشأن السياسي لم نسمع له صوت هذو المسؤولين اللي كلهم في أوقات الأزمات من أيام الربيع العربي ترى بالربيع العربي شفنا ثلث رؤساء وزراء إلى أربع رؤساء وزراء باجعوا مرة ما سمعنا لصوت اختفوا بيجي. هو شخصي. فبالتالي قد تقول كفاءته الشخصية معدومة في الجانب السياسي. فبالتالي يختار أن ينقى. والآخر يريد ثمنا سياسيا لما سيقول. قبيض بقبيض بسلف الدولي. يعني بدي يا دولي أكف معك اليوم. شو بدك تعطيني. طيب. هذا ما قلته قبل قليل. لا تعطيني بالمعنى السياسي. مش بالمعنى المعنى. أنا أجي عين. بدي أجي مثلا. من يكون وزير. أو 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 أو. أو زلمتي. الآن الوضع هذا. طالما أنه ليس لدينا حكومة برلمانية. أو حكومة على أسس حزبية. وقانون الانتخاب قاصر. طالما لا يعتمد القائم الوطنية. ولا يعتمد البنية السياسية في الترشيح للبرلمان. سنبقى نراوح مكاننا. ولن نحدث تغيير. اليوم. الذي يحاسب البرلمان السياسي والحزب السياسي. دون ذلك ما في أدوات حساب. أنا وزير أخ طائب قرار إداري. شو كيف ده حاسبه؟ معاقبة المسؤول بعزله. طالما فيش فساد مالي. أو جريمة مالية. أنا ما بقدر سواء أني أعزله. ولكن الضرر الذي ألحقه لا يمكن أن أتخلص منه. هذا معيار سياسي. اليوم إذا بظل قانون الانتخاب على المعطى الحالي. إذا بظل قانون والبرلمان بشكله الحالي وبعدوات وصوله الحالية. لن نتقدم خطو إلى الأمن. يعني نيح يعني بس أخذ منك يعني يعني تغذية راجعة على هذا نحن يمكن إذا من شاهد كثير من الدول العربية وكثير من الدول العربية فيها أزمات. نجد كثير من الأشخاص المسؤولين السابقين اللي يظهروا على وسائل إعلام المختلفة. ويدافعوا عن دولهم. يدافعوا عن قرارات دولهم. خاصة بالقضايا الوطنية. خصوصا في القضايا الوطنية. نحن يبدو أنه بعض وسائل إعلام كانت تطلب من مسؤولين سابقين بمراتبهم المختلفة. للظهور على هذه الوسائل. للتعبير. ربما عن حادثة السفارة. ربما عن ما حدث في الأقصى والحرم القدسي. لكن كان في هناك اعتذار. وهذه يعني يعني معروفة. أصبحت معروفة. في هناك المسؤول اللي بكون في موقع مسؤولية. يستقيل. يقال. تنتهي. وقليته. يصبح منظر ضد سياسات الحكومة. اللي بتكون. لأنه لازم كان لازم يكون مدى الحياة. مدى الحياة. مدى الحياة. طب يعني أنت صرت فئيس وزراء. أو صرت وزير. أو صرت. طب ديخي طارق. يعني اسمح لأقاطع. لا يعني ذلك أنه حان الوقت للدولة. إنها تغير مفهوم من هو المسؤول. لن يغير في واقع الحال شيء. لأنه صعب صعب أنه الآن نعمل ديمقراطية بالشكل اللي بحكي فيه أخي عمر. دكتور. فيش عنا دولة. سنستبدل اسما باسم. باسم. لن يغير في واقع الحال شيء. أطلاقا. هذه جزء من تركيبة هؤلاء الأشخاص. لأنه بالنهاية. أنه أنت طالما أنك على موقع المسؤولي معناته الدنيا قمره ربيع. خرجت من موقع المسؤولي يصبح الدنيا خرباني. وهذا يمكن يعني يعني. مش أول مرارا. مرارا. وحتى في عهد المرحوم ملك حسين. يعني كم مرة كان يوجه انتقاد لصالونات سياسية. يعني تمارس انتقاد. تمارس لو انتقاد. في مكانه ربما. يعني الجزء الأكبر منه ليس في مكانه. أود أن أعود. هو الهدف العودة إلى موقع المسؤولية مرة أخرى. الهدف إيصار رسالة إلى أنه أنا طالما أنا خرجت من المسؤولية معناته. يعني. أنا أود أن أعود إلى هذا الموضوع. لأنه في غائب الأهمية. وأود أن نتحدث عن طريق التطوير الدولة الأردنية. في ظل يعني الانتقادات التي يوجهها زلال سيدنا لبعض الأشخاص. ولكن بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد في عيني الحدث عزائي المشاهدين. وبإمكانكم متابعتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا. الحقيقة أن لقاءات جلالة الملك المتتالية والمتتابعة مع الصحفيين والإعلاميين وقيادين في الدولة الأردنية. لها مدلولات كثيرة. وتؤشر بصراحة إلى ضرورة تغيير بعض ملامح القيادة وطريقة القيادة من الحكومات الأردنية. وطريق التواصل الحكومات مع الشعب. جلالة الملك في اللقاء الأخير طرح مجموعة من القضايا. وكان أهمها أنه يستغرب ويستهجن أن بعض المسؤولين السابقين في المفاصل الأساسي للدولة في الوقت الصعب التي تمر به البلاد. يختبئوا ويتواروا عن الأنظار. كيف لنا أن نحلل هذا الموضوع؟ من خلال بدأنا في قبل قليل أن المكينة الأردنية قد لا تنتج من مسؤولين متحمسين يتحمل المسؤولية على مدار السنة طيلة حياتهم. لأنه أنت بتحطني وزير بتنفعني بسير وزير أنا لي مصالح شخصية بستفيد منها بس أخلص من مصالح الشخصية بقول الله يجعلها خربانة. شو ما يسير يسير فخار يكسر بعضه. أليس هذا ما يحدث على أرض الواقع اليوم أخي عمر؟ بالنسبة قد نقول كبيراً ولكن حرام نجحف. أنا ما بدي أسميه وإن كنت يعني حرام أنظم فيه على أقل رئيسي وزراء سابقين من الربيع العربي لليوم كنا نشوفه. وما زالوا على تراصل مع الناس موجودين. وأنا يعني أحب إش هذا التعميم. أنا أحب أحكي أنه مثلاً واحد زي دولة عبد الرؤوف الرابدة كنا نشوفه دائماً حاضر في الربيع العربي. دولة طاهرة المصري كان دائماً حاضر. بجوز كمان دولة فيز التراوني كان دائماً حاضر. بس سؤال أنه الآن في منصب هو دولة فيصل الفيز بالنشرة يحكي عنه. ولكن هؤلاء كانوا حاضرين. حرام يعني. العتب على من يمتلك المهارة والمعلومة والقدرة التحليلية وغام. هذا جانب. الجانب الثاني قلت لك أنه للآن. هل في شخص بذهنك؟ أنا بكثير في شخص ترى بالمناسبة. يعني مش أعن سيئهم من عاتبهم يعني. أنا مثلاً عاتب على دولة معروف البخيت. عاتب بغضب على وزير خارجية بوزن عبد الله الخطيب. عاتب كثير على أسماء زي معروف البخيت. لماذا لم يظهر ولماذا لم يتحقق؟ ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء والوزير الثاني. وهو شخصية سياسية وينه؟ أنا ما بقدر يعني أنا بقدر أحكي اللي بدي إياه لأنه من باب المحبة والعتب من باب الدور الوطني يعني شخصية بوزن معروف البخيت بتعرف الشارع الإسرائيلي وبتقرى كويس وبتعرف المشهد ولها موثوقية وهو شخصية لها احترامها. قد يطعن في شخصية رئيس مجلس العيان انطلع لأنه بقول لك بدي دافع عن منصبه. حتى وزراء أعلام سابقين يعني كان ممكن أن يتتقلوا. كثير للأسف غابوا عن المشهد. ترى في بعض غاب لأنه عقد الزيتات ما عندوش شيء يحكيه. هذولو حطه مع جريب. اختبأ. مش اختبأ ما عندوش بضاعة. الزلم يأجى لأنه لظرف جغرافي لظرف شيء مش معه. ولكن أنا بعتب على واحد زي معروف البخيت مملوح العبادي مروان المعشر عبدالله الخطيب نواب سابقين زي يعني نواب الأوزان وين هم اللي يساعد هاي للسرور وين هاي أسماء لها حضور في الشارع تختفي يعني يا نهائب يا بصريش يعني ونحن نحكي بالعتب مش بالغرب. هل ربما لم يعطوا فرصة مثلا بالوسائل لإعلام لم تعطيهم فرصة للحديد. شوف أظن لك أنه يعني لو ما كان فيه ما يدلل على أنه استنهضوا فلم ينهضوا لا أظن أنه جلالة الملك قد عتل. لا ممكن في أسماء أخرى. أنا أنا أتحكي ربما يكون بصدر أسماء آخرية. لا لا بصدر أسماء اللي فكرتها. بس بيحكي في عمر بزبوط أنه لابد في سبب خلت جلالة الملك. أنا بحكي أن الأسماء أعتب عليهم أنا كعمر. أنا ربما أعتب على أشخاص بجوز أن تنهضوا منهم بجوز ما نتحكوش معهم. ولكن أكيد في مجموعة استنهضت فلم تنهضوا إلا لماذا؟ طب هل هذا سببه يعني خلينا نحكي الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الناس بصراحة نحكي. يعني مثلا هناك من النواب يقول أنه والله إحنا إذا ما إجاني اتصال هاتفي إذا ما تحرك. نحكي بصراحة لماذا كل الشعب يعني؟ في لحظة وطنية يا رائد يا حبيبي. تعودوا على لحظة وطنية مخيبة هذا الحكيم. هذا ظرف وطن. يعني كان لابد علي أن يتحرك بذاته. الحكي الفاضي سمي تلقائي تلقائي تلقائي. أنا أريد أن أقايد دولتي. نحن نلاقينه مبرر. ما بلقينه ولا أي مبرر. تلقائي. إذا ما فيش مبررات للناس اللي. يعني يعني أنت فيه في كثير من الدول بتشوف النماذج اللي تظهر على وسائل الإعلام. حتى لو كانت زي ما بيقوله الدم للرقب بينه بين دولته بطلعه بدافع عن الدولة. أشكرك. أدافع عن الدولة. أنا أقول ليس بحكي هيك طارق مع احترامي إلكم ولا إحنا زملاء. أنا بحكي هيك لأنه أنا متوقع جلالة الملك قاعد وصافن وبيفكر بقول طيب وين الناس وين القياديين وين المسؤولين أين هم مظبوط 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 وهي ليست المرة الأولى يعني إحنا نحكي أنه جلالة سيدنا حكى فيها أكثر من مرة والراحل الملك حسين أيضا حكى فيها أكثر من مرة فهذه موجودة في مجتمعنا. وربما هذه بحاجة إلى يعني أن يعادل النظر في اختيار المسؤولين كمان على مختلف مستوياتهم بحيث أنه أنت لما بدك تيجي كمسؤول بدك تكون يعني في موقع مسؤوليتك تؤدي أداء رفيعا. وأيضا خارج إطار المسؤولية تبقى في ذات الانتماء وفي ذات الولاء وفي ذات الدفاع عن دولة وعن مؤسساتها. أنا أطرح سؤال أود أن أطرح سؤال ربما تجاوبوني عليه بس نرجع من البوكس بوب ولكن السؤال كالتالي أنه لماذا لا يتم الآن تأسيس؟ إحنا ما عنا أحزاب ولا عنا شيء طب لماذا لا يتم تأسيس العمل يعني خلينا نحكي جسم وطني جسم وطني يحافظ على الوطن يا رجل. يعني ما بسير يعني إحنا بالأزمات تختفي الرجال طب من يدافع عن الوطن؟ وبعدين مش بس هيك من انتقص من المؤسسة العسكرية من 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 نعمل. هذه هنا الجريمة. بعدين كل واحد ما صارش وزير بتلاقيه طلع ورشاته على الطاولة صار يقول أنا يلا شوف البلد كيف وضعها شوف شعارش ما بسير الحكي هذا. المؤسسة العسكرية هي عنوان أمن واستقرار البلد. طيب. المؤسسة الأمنية. أستأدنكم بس نشاهد بس نشاهد بس نشاهد المواطنين بعض المواطنين شو حكوا عن الوضع الحالي. فضل. بحث الفيسبوك أسرع 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 إيش يلا أصار يعني حتى مرات بكون بنزم على الفيسبوك يعني وهم موجودين بالحدث نفسه. فسو بحث أسرع إيش هو. هلأ التأكيد المعلومة بيكون عن طريق الإشي الرسمي يعني بالأردن. أعلام الموجود صار يعني سواء كان سوشيال ميديا ولا على تلفزيون. كلها تصار بنقل أشياء كثير. السوشيال ميديا هي أصلا صارت الخيار الأول والمكان الأول والآخر الواحد يرجع له. يعني مجرد ما أنك تعمل لايك لبيج معين خلاص يجيك الخبر اللي عندك مش أنت رح تروح له. هذا إشي. هلأ التلفزيون أو خلال نحكي الإعلام الرسمي. الإعلام الرسمي أوكي بنقل الأشياء صحيح. بس مقارنة بالسوشيال ميديا ومقارنة بالمواقع الثانية. فأتوقع أنه لا يتأخر أو ممكن أنه ينقلوا بطريقة مش كثير واقعية خلينا نحكي. الإعلام الرسمي بتأخر بينما يعطينا أنه المعلومة فمنضطر أنه ندور عليها بمواقع تانية حتى نلاقي المعلومة البدنية. بالأول بالآخر المعلومة شو ما كانت شو ما كانت يعني فيه كإعلام وكراديو كفيديو كصورة أو كصوت. أنه كل هذا يعني بترجع لأهيك. نحن كل شيء بعارف. أنه كنا بترجع إحنا شايفين الموقف يعني شايفين الموقف صار قدامنا. والإيشي بتوصلنا إيشي ثاني. إذن هكذا يعني يشاهد شبابنا الإعلام الرسمي على أنه إعلام ضعيف كما برز من مقابلات. وهناك مقابلات أكثر ولكن لضيق الوقت قدمنا لكم قليل. نعود إلى السؤال الأهم. أنا برأيي كيف نستطيع أن نبني مؤسسة وطنية الآن في غياب؟ في غياب خلينا نحكي الحكومات المنتخبة. وفي غياب جسم حكومة جسم دولة بعيد عن الريعي. يعني مش مدفوع له عشان يخدم الوطن. بيخدم الوطن من ذاته من حبه للوطن من انتماءه للوطن من ولاءه للوطن. هل يمكن لنا الآن في الضرف الآن أن نبدأ حتى يتوقف جلال سيدنا من. يعني نحن نحكي لسيدنا يا سيدي ارتاح الوطن بخير. ما تم قلق. لأنه جلالة الملك في كل مقابلة يشير على أنه الوطن في قضايا لازم نعالجها. ما رأيك يا أخي؟ أنا أكامس الأستاذ طارق. طارق. يحكي لأنه العسكر. لا نحن بفضل. بفضل سيدي. جزء من السؤال هو موضوع المؤسسة العسكرية وأن القوات المسلحة خط أحمر. هذا ما أكد عليه جلالة ملك وما يؤكد عليه كل مواطن أردني يحب وطنه ويحبته. ودائما المؤسسة العسكرية هي عنوان المنعة. عنوان القوة. عنوان الأمن والاستقرار والمؤسسة الأمنية. ولا تجد بيت في الأردن إلا بطريقة أخرى فيه علاقة مع الجيش. وإذا نظرنا أو نظر كل مواطن أردني إلى حجم الدور التي تقوم في قواتنا المسلحة. حماية بس في حدودنا. في منطقات حدودنا. ومنح الأخطار التي يبسوها. يعني هذول الناس اللي لازم يدعمه. هذول الناس اللي لازم تكون رواتبهم مميزة. هذول الناس اللي لازم لكل شد من أزرهم. هذول الناس اللي لازم يقحمهم بالأزمات. هذول الناس اللي لازم يقحمهم بالأزمات. هذا عنده دور وعنده مهمة بيقوم فيها. على أكمل وجه. ويأدي دور على أكمل وجه. يوصلوا الليل بالنهار سواء هما أو الأجهزة الأمنية. وبقدموا حياتهم. وبقدموا حياتهم. وبقدموا حياتهم. يعني جلال سيدنا هو يتحدث عن المؤسسة العسكرية بالأمس. وما سمعه في كثير من دول العالم عن احترافية وجوزية هذه المؤسسة. وعن انضباطها. لذلك شعارنا متألم جدا أنه هو عن المس في هذه المؤسسة. وإحنا كلنا متألمين عن المس في هذه المؤسسة بأي طريقة من الطرق. هذه يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات. بعيدة عن الاختلافات. بعيدة عن أنه نؤشر لها بأي طريقة. حتى لو نعتقد أنه في خلل الماء. لا لا يوجد مؤسسة. يعالج داخلية. لكن هذه المؤسسة يجب أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات. بعيدة عن أي شيء. له علاقة فيه. لأن هذه عنوان سيادة. عنوان استقرار. عنوان أمن. فتشعر بالأمس. ويمكن أخي أمر لاحظ. كيف سيدنا مجروح. من بعض الإشارات لهذه المؤسسة والطعم فيها. أو الإشارة إلها. من قريب. وهذا يجب أن لا يكون. لذلك قال أن هذه القوات المسلحة هي خط أحمر. وصوت هذه المؤسسات لا يعني على أي صوت آخر. وبالمناسبة بكل دول العالم. ترى كل القوات المسلحة في أي دولة هي خط أحمر. حتى في أمريكا. كل قضايا القضايا. تتعالج داخليا. كيف إذا كان هذه المؤسسة منذ نشأتها حتى اليوم. وهي تحافظ على شرف العسكرية. لم تتورط في السياسة. لم تولغ في الدم. لم تدخل. كل ذاكرتنا مع المؤسسة العسكرية ذاكرة إنقاذ وإصعاف. إننا كمواطنين. بالإضافة إلى مهماتها. لحدود الملتهبة من 2011 اليوم. وهم يسارين. أنا حزين أن نطلب من المؤسسة العسكرية ما يثبت صدقيتها. على أصل أنها صادقة. معيب أن ينبث شريط الفيديو. مع احترامي للأيدوه. معيب أن أقول للعسكر. قدموا دليلا على أنكم تلتزمون بشرفكم العسكري. طب ما صلنا 50-60 سنة لم نلمس منهم. يعني أنا أتذكر جملة لفيصل القاسن. لما كان يقول في الوقت اللي جيوش بتقصف ناسها. في جيش أردن يقاعد حامل خبز على الدبابة. ووزع الناس خبز. ووصل الناس لبيوتهم. ما بصير هذه القيمة العليا. الجيش والعرش قيمة عليا. ما بجوز. رمزية الدولة. أن ندخلهم في تجاذباتنا السياسية. وريد أرجع لها إذا سمحت لي لسؤالك. اللي أنا من حاس أنه هذا ملاف مخلق. شوف. طالما أن لدينا مؤسسات جاهزة اليوم نعمل. نعمل مؤسسات خبرة. ولدينا إرادة. إذا توفر تجد الإرادة السياسية لصنع أحزاب. حقيقية بسماء حتى بكرة أن تسير. تم الاعتداء على أخطر ثلاث مؤسسات في الأردن. كان ممكن أن توفر مؤسسات خبرة. ونوادي هم مد إدينا طول. أولا مؤسسة المتقاعدين العسكر الديني. نعم. نوادي ضباط المتقاعدين. نوادي المتقاعدين. هذا الاعتداء عليها وتضيعها. أفقدنا جزء من الخبرات المهمة. التي كانت ممكن أن تكون موجودة. وسيف منسيه في الدولة. نعم. نادي القضاء. اللي في كل دول العالم. وعندنا نادي قضاء للأسد. هذا النادي يجب أن يعادل اعتبار له. وأن يقدم في كل المناطق. لأنه بصير عندك أيضا بيت خبرة قانوني وتشريعي ودستوري. كويس. النادي الثالث نادي الدبلوماسي. هذه ثلاث نوادي يمكن إنتاجها أو ثلاث تجمعات يمكن إنتاجها بقرار. بصير عندنا إذا في عندنا مشكلة بتركيا. بننادي هالسفر السابقين اللي بتركيا. إذا بصير عندك مشكلة بأوروبا. بننادي هالسفر اللي بأوروبا. وبكون بيت خبرة. بيت خبرة. هذا يمكن أن ينتج سريعا. الآن الحل الأمثل واللي بده وقت واللي لازم نبدأ فيه إمبارح. ليش اليوم؟ أنا الأوان للمكونات السياسية الثلاث. جلالك الملك بقول لك بنا ثلاث مكونات سياسية. وإحنا بنقول بنا مكونات والكل. ولكن يجب أن نسرع في إنتاج تكوينات سياسية حقيقية. أن يوفر الدعم. ليس الدعم خمسين ألف للحاضر والغاية واللنايم بالدار. يجب أن يكون دعم الأحزاب. تعال شو جيبت بالبرلمان؟ شو جيبت أصوات بالانتخابات البلدية باللمركزية؟ اليوم أنا بدي أقول شو فائدة اللامركزية إذا بيظل النائب يحكم تصفيت الشارع؟ شو فائدة اللامركزية والبلديات إذا فيش يدي حزب؟ إذا ما بقى إنا وفرنا هذول البنائين؟ يجب أن يتوفر البناء الثالث. اللي هو بناء سياسي تشريعي رقابي مستقل. هذا بوفره الحزب. الآن على الأحزاب أن تنتبه وعلى الدولة أن تكون جادة. فيه دعم الأحزاب وفيه إفساح المجال للعمل الحزبي. أمن أنا بقول للشباب روحوا على الأحزاب. بعدين باجي بقول للولد بالجامعة الأردنية إذا بدأك إمعت إيه؟ وقع لي على أنك ما تنتمي لحزاب؟ شو المسخرة هاي؟ أنا باجي بسأل واحد قبل موظف بالدولة. أنت بقيت بحزب ولا بقيتش بحزاب؟ كيف بدأنا بالتجربة الحزبية؟ هذا في عنا ثلاث أدوات سريعة. وللأسف بإجهاضة أجهضنا مؤسسات كثيرة. ولدينا مشروع طويل الأمد. يمكن أن نبدأ فيه من اللحظة الأولى. شريطة توفر الإرادة السياسية الجادة والصادقة. يمكن المؤسس المتقاعدين العسكرية الآن يعاد. اقتصاديا أستاذ أحمد. وما هذا جانب مهم. من نوادي ضباط. طرع جانب مهم. بالنهاية أنت بدك حتى الجيش حتى بمتقاعدين بدون يظل بعيد عن الجانب السياسي. بس بدك يوم. آه. ولذلك هذول هم احتياط استراتيجي صحيح. وفيه اهتمام واضح فيهم. وفيه أصبحت مؤسسة حتى اقتصاديا مؤسسة. كلها تأثيروا لحضور. طارف تسمح لي أحكي لك شيء. بس أنا كمان بعتب على المؤسسة بهاي ربما. تسمح لي أعتب على المؤسسة العسكرية بهاي. بسير؟ أنه المتقاعد اللي كان. نحن نعاتبهم ونزعل منهم. نعاتبهم. أنه المتقاعد اللي صار مثلا رائد كذا. فجأة بتلاقيه بيشتغل بحراسة. يعني بصراحة. هذا المتقاعد. مسألة هذا الجزء من. هذا المشكلة. هذا أحد خطايا مؤسسة. بدنا نحلها حتى نعيد الهيبة للمؤسسة العسكرية. في قضايا استثماري. خلينا نقول لك شابلي. كل إعراس الجميلة كانت زمان نصير بنوادي الضباط. كل الحفلات. كل الامتيازات. السباحة. علينا أن نعيد الاعتبار لأنديات الضباط. لا يجوز. وأنا أقصد بكل مصر. يعني إحنا بدنا نستشهد بدولة إسرائيلية كيان سويوني. في المصر. الكيان السويوني بيعطي بيعطي وثيقة لأي ضابط. إنه هو بعده ضابط على رأس عمله. مدى الحياة. يعني هو يبقى على رأس عمله. ولكن الآن هو مش عامل. يعني لابد أن نعيد صناعة المؤسسة. هذا احتيال. بالمناسبة هذا نموذج هو الأصل في الأشياء في سويسرا. نعم. وأخذته الدولة الاحتلال وطورته. يعني اللي بدي لما حدا بدي يحكي عن الديمقراطية ويضرب مثال عن الديمقراطية بيحكي عن سويسرا. طبعا. طبعا. ترى بالمناسبة هذا نموذج سويسري. العسكري السويسري بيظل عسكري. مثل الحياة. في الاحتياط أو خارج وبالامتيازات. نعم. إحنا اليوم لدينا فرصة تاريخية. أنا ما زلت مصر على نواد الضباط. ما زلت مصر على النادي الدبلوماسي والنادي القضائي. لأنه هذول اليوم بعطناك خبرات. اليوم إذا بتأسسهم اليوم. وترك الفضاء بس بلنا نكون جادين في قرار دعم الأحزاب وتوفير البيئة الحزبية. أنا ما زلت مصر أنه إحنا في كثير حديث حول المسؤولين. ما قدرنا نغطي الليلة كله. لأنه في حديث عن مجموعة العصابات والمغفيات التي تحكم في أطراف من الأردن. مش أنا بحكي هذا الحكي. هذا ضيوفنا بيطلعوا معنا. الكل يتحدث أنه هناك فئات تحكم البلد. وأنا قناعتي الشخصية أنه وجلات سيدنا قلق جدا على ما يحدث داخل الأردن. ما رأيك بآخر كلمة؟ أنا بقول لا ما فيه قلق بالمناسبة. وأنا يعني ما زلت أراهن على أنه ثمت في هذا الشعب زيت يصطدأ به. لذلك لاحظ كل الأزمات فرقت الأوطان إلا الأردنيين. لما بتصير أزمة بتوحده. إن شاء الله دائما. إن بارح لما صار ابن الحمارنة ما أحدا فينا قال من وين. ولما صار ابن الدوايمة ما أحدا قال فينا من وين. هذولا شباب أيقونات وطنية كلنا منلتف فيهم. أنا بعتقد للآن الأزم الخارجي ما زالت توحدنا. هذا يعني أننا يعني جاهزين للأحسن والإحسن. إذا طلعنا لحادثة السفارة. يمكن في الأول 48 ساعة كانت حالة غليان الناس وكانت حالة إرباك شديد. مجرد عودة جلالة الملك. حديث الملك. ظهور الحديث مع الإسرائيليين بلغة يفهمها الإسرائيلي. غيرت مزاج الناس كلها. دائما الأردن يخرج أقوام بكل الأزمات. ودائما زي ما حكى أخي أمر. الأزمات بتوحد الناس. وبتخليهم أكثر من. يعني كان في هناك مسعى لاستغلال قضية أهلنا وعشيرتنا لحويطة. لأهداف وغيات أخرى. تم التنبه إلى هذه الأجندات التي حاولت بعض أن يستغلها. وخاب مسعاهم وخرجت بطريقة أخرى. وظهر نداء بحافظ على وحدة هذه البلد. بحافظ على أمنه وعلى استقرامه. فمهما قيله ومهما كانت هناك أزمات. أنا أعتقد أن الأردن دائما يخرج أقوى. على كل حال أشكركم على هذا اللقاء الرائع جدا السياسي الاحترافي. وأنا أحكي أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الإعلام. والجسم الإعلامي عليها أن يطلع بمهامه بشكل مختلف. وبدأ أشكركم أخي طارق مومني أخي عمر كلاب. كل شكر ومحبه لكم على هذا اللقاء الرائع جدا. وأشكر أستاذ المشاهدين على المتابعة. مني أنا رائد قاقيش إلى اللقاء. موسيقى 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 موسيقى